إلى ذلك قال مسؤول عسكري أمريكي لرويترز أن حوالي سبعة قذائف مورترس قضت في مجمع السفارة الأمريكية ببغداد خلال هجوم الجمعة كشفاً أن الهجوم كان أكبر بكثير مما كان يعتقد وذكر المسؤول أن الهجوم تسبب في أضرار طفيفة جداً لكن دون وقوع إصابات لا فتن إلى أن الهجوم يعد هو الأول على السفارة الأمريكية في بغداد منذ إن بدأت فصائل متحالفة مع إيران منتصف أكتوبر شن هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا تزامناً مع الحرب الدائرة بالمنطقة